مساء الخير وأهلا بكم مرة ثانية يعني النهاردة كده وأنا جاية إحنا دايما بنيجي وإحنا داخلين على مسبيرو بتتفقد القاهرة وتشوف النيل والناس والحياة فتحس إن مصر محتاجة أجازة بكرة الجمعة هو ختام طبعا قمة شرم الشيخ الناجحة قمة المناخ كوب 27 اللي قدرتها مصر الحقيقة بتنظيم رائع أشادة به الجميع دماغي خدتني كده وأنا ببص على نيل مصر وحركة الناس رايحة جاية إنه بلدنا بجد يعني تتبعوا معايا كده الموقف وبالذات من بداية أكتوبر وحتى النهاردة 17 نوفمبر إحنا بنتكلم على وقت ما كانش فيه راحة يعني يا إما مشروعات بتتفقدها الحكومة يتفقدها السيد الرئيس يا إما أنت بتتابع على الموقف اللي بيحصل وبعدين الحقيقة المشروعات مش في القاهرة ولا في سكندري ولا في المحافظات القريبة لأ أنت بتلاقي نفسك ماشي مع الخريطة المصرية شمال وغرب وجنوب مشروعات في كل مكان في جمهورية مصر العربية وبعدين تبدأ بعد كده في وسط هذه المشروعات دعا السيد الرئيس لطبعا المؤتمر الخاص الاقتصادي علشان يبقى فيه شرح والأهم للمواطن المصري يعرف المواطن المصري اللي بيتابع الشأن المصري كل يوم بيتابع الأزمات العالمية خاصة الأزمة الاقتصادية بعد أزمة أوكرانيا وروسيا فأصبح المواطن مش فاهم الدولة رايحة على فين والدولة بتعمل إيه والموقف إيه ده اللي خلى سيد الرئيس يدعو لهذا المؤتمر الاقتصادي اللي كلنا تابعناه أيضا على مدى ثلاثة أيام انت شفت يعني وضع مصر عامل إزاي الاقتصادي دولة رئيس الوزراء قدم الحقيقة بريزنتيشن أو عرض كامل لمصر ما قبل وما بعد وأثناء وإن اللي بيحصل بالزبط وإزاي بنتعامل مع القضايا الخاصة بين القضايا الاقتصادية كمان تابعنا القطاع الخاص ودوره والدولة إزاي بتقدم وتدعو القطاع الخاص إنه ينضم لمسيرة التنمية وإنه يبقى إيد في إيد سمعنا كمان أراء مختلفة خبراء متخصصين الحقيقة المؤتمر ده بعد ثلاثة أيام كان فيه كمان إجراء تاني من الحكومة والدولة المصرية بتحرير سعر الصرف للدولار وأيضا التفكير بإن إحنا نقدر نشوف الاقتصاد العالمي ماشي إزاي ونقدر نتوازن قد ما نقدر وده في صالح موطنين الأهم في وسط كل المشروعات اللي شفناها كمان شفنا مشروعات كلنا كنا الحقيقة بنرجع وراء وتحجيبنا الصورة أنا ما بنساش مثلا مصنع الرمال السوداء اللي روحنا فيه للبرولوس وشفنا قد إيه بلدنا مليانة معادن وإنت طول الوقت كده بتشوف اكتشافات تقول إيه ده هو أنا عندي كل الجمال ده هو أنا عندي هذه الرمال اللي أنا ممكن أستفيد منها طلع منها معادن نصنع بيها حاجات نستخرجها فبالتالي بتشوف الحقيقة إيه اللي بيحصل طول الوقت في مصر تشوف مواني بيتم افتتاحها بشكل جديد تشوف أيضا مدن بيتم تعميرها بشكل جديد لكن الأهم في وسط الأزمة دي كلها في وسط ما هي مصر عاملة زي العجلة اللي بتمشي كل يوم في كل مكان كان في حزمة من الأمور الاجتماعية الهمة والإصلاحات الاجتماعية علشان تؤمن حياة المواطن البسيط وحياة المواطن بشكل عام إزاي يقدر يتغلب على كل الأزمات اللي احنا كنا عايشينها أو اللي احنا ما زلنا عايشينها وموجودين فيها وتبقى برضو الدولة قادرة أن هي تمد إيدها وتساعد المواطن علشان كلنا نعدي ما هي أصلها عاملة زي سفينة كلنا هنركبها فلازم كل واحد نقدر نعدي ده لحد ما وصلنا لمؤتمر المناخ اللي تقريبا هينتهي بإذن الله غدا وإحنا بنتكلم على 15-16 يوم من العمل مصر الحقيقة قدمت نفسها قدمت موقعها قدمت جهدها قدمت كمان وقفها جنب القرى الإفريقية قدمت وقفها جنب الإنسانية من خلال مؤتمر هام للمناخ ففجأة كده تحس لا مصر محتاجة أجازة والناس محتاجة أجازة والأجازة لا تعني أجازة ولكن تعني التقاط الأنفاس بكرة حيكون يوم الجمعة 18 نوفمبر وأعتقد التقاط الأنفاس بعد انتهاء المؤتمر ساعات ويبدأ العمل تاني يوم السبت 19 نوفمبر وهو على فكرة التقاط الأنفاس ده معناها أن احنا أيوة ناخد نفسنا عشان نبدأ نكمل ونشتغل تاني وقت طويل جدا مليان جهد كبير جدا التقاط الأنفاس هيكون مهم لكن السؤال هل يطرى السيد الرئيس بكرة هيكون أجازة؟ لا أعتقد السيد الرئيس أعتقد هو الوحيد اللي بيشتغل حتى يوم الجمعة كلكم بتتابعوا كل الجوالات والجوالات التفقدية لسيد الرئيس في أماكن كثيرة جدا إذن مش هيكون في أجازة الأجازة في مصر تعني العمل ثم العمل